على السكنات لا تكلموش على شبكة الغاز وشبكة الماء وشبكة الكهرباء اللي متوزعها في بلادنا اكتر من فرنسا واكتر من كتير من البلدان لما تكلم توضح يعني اعطينا هذا النسب لك تكلم النسب حالة في الجزائر نسبة توصيل الغاز والكهرباء يقارب 70 الى 90% في فرنسا مزمع 75% هل تشبه فرنسا وطريقة تعيش الفرنسيين والرفاهية اللي عمشتها تشبه هذا الجزائر كان ايجابيات في بعضlle Herod سمحلي انا قارب في فرنسا ما تعمش انا نتكلم في جى الباين نتكلم في جيبين، قلت في شبكة توصيل الغاز طبيعي نحن هذه الجزائر نسبتنا عالية أكثر من كثير من البلدان هذا وش قلتنا؟ ما قلتش باللي نحن أنا خير من كده وخير من كده ونتمنى أنا نكون خير منهم قادرين نكونوا خير منهم قادرين نكونوا خير منهم نتمنى نكونوا خير منهم نجانب الاقتصاد والاجتماع ولكن لما تكلمني عن الغاز، الجزائر هي منتجة للغاز يعني ما مش يعني أدك الإنجاز الضخم لا إنجاز نحن بلد غير منطقي، نحن بلد منتج للغاز لازم يكون عدنا مغاز رب يعطى لنا الغاز وش من قبل إنجاز رب يعطى لنا الغاز وش من قبل إنجاز هذن خيراته هنا رب ما هو إنجاز يعني، ما هو إنجاز كلنا نحضر على أمريكيا أمريكيا أكثر من 50 مليون شماج لكن المشكلة عندنا عندنا المعارض دائما يسوق الصورة السوداء وهي التي تصل هما في دولهم يحاولوا دائما تسويق الصورة الجميلة لأنهم يتحكموا في الإعلان يتحكموا في صورتهم يحبوا يسوق الصورة الجميلة للعالم الثالث يسوق الصورة الجميلة للعالم الثالث حتى يكون شبابنا يشوف دائما في الصورة الجميلة في فرنسا في أمريكا أنه بيعيشون اسمحيلي 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 تتقليلي على امريكا امريكا فيها 350 مليون لما يكون هذا الرقم متشرد للبطالين عادي تفعل اجولية وهي فيها بنوك استثمارات لتها ليس عادي ان في امريكا اقوى دولة في العالم عندها 50 مليون بطال تشتغير البطالين مش تشل انجازات الدخولة لديها امريكا سيدة العالم باموال الاخرين ليست باموالها سيدة العالم